بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلابنا العزاء كيف حالكم؟ إن شاء الله دائمنا بخير درسنا هذا اليوم هو عن حل وشرح توضيح أسئلة التلفزيون التربوي للأسبوع الثاني لدخل على القوام التشغيل للفائدة والاطلاع على باقي الدروس والفيديوهات نبدأ درسنا بسم الله الأسئلة النموذجية للصف الأول المتوسط من الدرس الخامس إلى نهاية اليوم أول سؤال قطع الاستيعابية أجب أو أكمل الأسئلة التالية باستخدام المعلومات من قطع الكتاب ماتك أول سؤال يقول لك من هي جين؟ جين هي صديقة كيرن فنقول كيرن's friend جين is كيرن's friend صديقة كيرن السؤال الثاني على قطعة فيصل وحمد يقول لك هل فيصل سوف يعيش في نيويورك؟ رح يبقى بيها جاوب نقول نو يريد يرجح والعراق نو هي والنوت نو هي والنوت نو هي والنوت كيرن كيرن جاية من يا بلد كومبيت كمل أملي الفراغ فرح نقول هي جاية من بلد سيدني أستراليا سيدني أستراليا السؤال البعض كم عمر أحمد؟ أول متوسط فرح نجاوب ونقول 13 هو 13 13 13 البعض هي يقول لك أحمد وفيصل قعدوا جلسوا تحت شجرة وتحدثوا سولفوا صح لو خطأ هي هاي صحيحة قعدوا صح قعدوا وسولفوا جو الشجرة السؤال الثاني اللي يقول لك القواعد do as required between brackets اعمل ما هو مطلوب بين الأقواس the cheetah is a beautiful animal cheetah نوعية من أنواع الفهود هو حيوان جميل it is very fast هو جدا سريع join أربط هالجملتين use باستخدام and or but باستخدام ال and أو البت مدام جمل مثبت أثنائتهم ومعلومات يعني إضافية دايطي وماكو نفي وماكو تناقض فإذن راح نستخدم ال and ننقل الجملة الأولى and واخر النقطة امسحة حط and انقل الجملة الثانية بس بديها بحرف small ها هي اش راح يصير راح يصير the cheetah is a beautiful animal نفسها نقلتها الجملة الأولى and بمكان النقطة it is very fast نقلت الجملة الثانية بالأخير نقطة بس i small كل بساطة عدي هاي الجملة مخربطة حروفها يقول لك put in order ضعها بترتيب رتبها my weekend with friends you they do at your visit فرح اصير بهاي الطريقة do you visit your friends at the weekend هل انت تزور اصدقائك في عطلة نهاية الاسبوع الترتيب الصحيح حليناها البعض my father usually drive fast ابي عادة يقود السيارة بسرعة correct the verb صحح الفعل مدام شفت usually يعني الجملة بالمبارع البسيط present simple مدام الفاعل my father مفرد اذا الفعل اضيف لأس كل شي انقل بس اشيل الاقواس وحط للفعل اس او بس كتبة drives يعني صير هيتش نقلتها كلها وشلت الاقواس وحطت للفعل اس ويصير بدون ما اقول بس احط كلمة drives بها اس هنا بالحل هم يعتبروا صح بالطريقة يعتبر صح البعد ه اعطيت هذا الكتاب الى ليلى لذا هو الان يعتبر الكتاب هير لو هيرز هاي صفة تملك وراها اسم هاي ضمير تملك قبلها فعل مساعد اذا راح اختار هيرز اللي هو ضمير تملك صار ملكية الكتاب الها choose يعني اختار فاختار انا هيرز اوكي ه اي ار اس البعد ه we be at home use never هاي الجملة استخدم بيها never never دائما وين تجي قبل الفعل الرئيسي وبعد الفعل المساعد فهذا ما دائما فعل المساعد فهنا راح اصير الوي اش تاخذ شكل من اشكال البي اذا تريد تفرق ها بالمضارع البسيط تصير از وام وار ويلوي جمع فتصير are we are never at home حيش راح تكون we are never at home وي متى ابقى بس بي تصير are بالمضارع والنظر يجي ورا الفعل المساعد ورا مو قبله اوكي بالفعل الرئيسي يصير قبله يعني هنا ظروف تكرار بس بالفعل المساعد تصير ورا we are never at home نحن ابدا لم نكون يعني ما كنا بالبيت ما راح نكون بالبيت الفوكابولاري المفردات سؤال الثالث complete the sentences اكمل الجمل with words from the last below مع الكلمات باستخدام الكلمات من القائمة ادنى الكلمات back العودة barbecue حفلة شواء rest استراحة around حوله I have فراغ in the afternoon عندي rest I have a rest عندي استراحة في المساء العصرية دعما نhave rest everyone liked fish الكل تحب السمك so we had fish cooked on barbecue الكل يحبون السمك وإحنا راح نتناول السمك مطبوخ ومشوي على barbecue على المنقلة حفلة شواء بالمنقلة are you back at school now هل أنت عدت للمدرسة هل أنت في العودة للمدرسة بس هاي الكلمة ما داخله الفراغ الاول arrest الفراغ الثاني barbecue الفراغ الثالث back okay arrest barbecue back البعض سؤال الرابع التهجي وال تنقيط الاملاء التنقيط سؤال الرابع فرأي write the missing words or letters correctly اكتب الكلمات المفقودة أو الحروف المفقودة بطريقة صحيحة نقلت الفعل ضفت اللا ايدي دا حول الماضي شونا حول الماضي شاذ فيصير went you can write on this تقدر تكتب عليها تعارف هاي الاشياء أو مرادفات اذا تقدر تكتب على هاي شي اذن هي paper ورقة very very nice جدا جدا جميل اذن هو lovely والتربل نقص بها حرفين اللي هنا r هاي مثال السؤال boring نقص حرف r بس تكتب ها كاملة مو بس تكتب حرف ال o went الماضي ما go والlove لي ما very very nice والboring نقص حرف o مو بس تكتب ال o تكتب ها كاملة وتخلي خط جو حرف النقص سؤال الرابع فرع ب سؤال الخط عيد كتابة هاي الجملة من يقول لك rewrite فتعرف where did Sarah's family take her last July اين عائلة سارة اخذوها الشهر July السابع الماضي w طبعا بداية جملة حرف كبير مدام ادت سؤال فبالاخر عام استفهم بدين حرف كبير اسم سارة بنية حرف كبير استملك فنحط فارزة ابوستروفي فارزة عليا والجي مال اشهر السنة كابتل وبالاخر عام استفهم w قلنا لان بداية الجملة مال where نقلنا باقي الحروف نقلنا هاي الكلمة الدد سارة اسم ابنية الاس كابتل ننقل بين سارة وبين استملك فارزة عليا ابوستروفي فاميلي ننقلها تاييك ننقلها هر ننقلها لاس ننقلها جولي حرف الاول مال اشهر السنة شهر السابع كابتل وبالاخير عام تستفهم ليش عام تستفهم لان بدي انا بداية سؤال السؤال البعد السؤال الانشاء يقول اكتب لك رسالة رأيت لتر كيرن الكيرن استخدم هاي الملاحظات البراغراف الاول المقطع الانشاء الاول شكرها لكيرن على رسالتها واخبرها عن مدرستك بالبراغراف الثاني اخبرها عن شيء مع العراق بالبراغراف الثالث اخبرها عن وقت الفراغ او طعام مفضل سؤال فلها فراح نجي نقولها لان ده نكتبلها رسالة فراح نكتبها عنواننا العنوان يكون مننا بعدين قال المقطع الاول تشكرها ومقطع الثاني سؤال فيها ومقطع الثالث تحسي لها اشياء اللي تحبها شكرا لك على رسالتك ايام باك ات سكول انا واني عدت المدرسة الان مدرستي جميلة واني احب مدرستي اراك ازقرية العراق ولد عظيم اكو مدحف في بغداد اقدر ارسل لك بعض الصور في العطلة نسألكم الدعاء شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفدل جميع تحياتي لكم مع السلامة